صباح الخير أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا توتا سيكريتز زي ما عودناكم في كل حلقة معنا سر جديد من أسرار توتا وكل حلقة تبقى أحسن من قبلها وبناء على طلب المشاهدين ورغبة المشاهدين معنا النهار ده ضيوف أنا مش أقولي مفاجأة بقى إلا ما حاببتي أولا صباح الخير الأول وقولنا مفاجأتنا صباح الخير يا عزائي المشاهدي توتا سيكريتز ومتابعي توتا حسن أهلاً ومرحباً بكم النهار ده في الحقيقة ما لقيتش أفضل من السر اللي أنا جايباه وجاي بالكم نموذجين أفضل من بعض هو سر النجاح في الحقيقة النموذجين اللي أنا جايباههم النهار ده وبناء على طلبكم وبناء على طلب متابعي البيج الخاص بي وطلبين إعادة الحلقة معاهم والنهار ده هم مشرفيني في لوكيشن توتا سيكريتز هم خير صنع في مصر هم خير من رفع راية مصر عليها خير من رفع صنع في مصر في المحافل والمعارض اللي قدموا فيهم منتجاتهم معايا النهار ده ومعاياكم رجل الأعمال دكتور مفع علي صاحب ورئيس مجلس إدارة مصنع سكايفود للصناعات الغذائية وسيدة الأعمال وخبيرة التجميل الطبيعي مدام شايماء عبدالله صاحبة براند لورانزو لمنتجات التجميل الطبيعية أهلا بحضرات أهلا بحضرات نعايزين نوه طبعا يا توتا أن في بداية حلقتنا كان دكتور موفق طبعا نوارنا أول حلقة طبعا ومدام شايماء وطبعا ظهوروا معنا في الحلقة الرابعة ده إضافة جبيرة جدا للبرنامج جوبونانا على رغبة المشاهدين طبعا خلييني أبدأ مع سيادتك دكتور موفق وأقول لحضرتك إيه الجديد اللي حضرتك بتفكر فيه وإيه خط الإنتاج اللي عاوز تطلع منه منتج جديد من سكايفود تضيفه للمائدة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم نكلم عن الهدف الأساسي اللي احنا بنفكر فيه في تطوير أي منتج أو إصدار أي منتج جديد إن احنا بنحاول بقدر إمكان إن احنا نحارب الاستراض وده مش النهجة بتاعها بس ده نهجة الكثير من المصنعين والعديد من المصنعين في سوق الصناعة المصرية عشان كده هو إحنا ابتدنا نشوف هناك العديد من المنتجات بتحتاجها المائدة المصرية بيتم استراضها ممكن صناعتها في مصر بكفاءة عالية جدا وزي ما قلت في الحلقة الأولانية لأن احنا عندنا كل التولز وكل المعدات اللي تمكنهم كده عندنا العقليات المصرية عندنا العمالة المدربة عندنا المعدات اللي تقوم بالكلام ده كله عشان كده كان أهم مجالين دلوقتي معين ده طبعا يعني بيعتبر من الأسرار لكن اللي توتا سكرت ده يعني كسكروز شكده شكرا نشرف لنا عندنا زبدة الفئول السوداني بتعتبر من الحاجات المطلوبة على المائدة المائدة المصرية خصوصا مع دخول المدارس وللأطفال في السندوشات وكلام ده كله فابتدنا بالفعل انتاج زبدة الفئول السوداني وجاري دلوقتي استخراج الموافقات سواء من الصحة أو الجهات المعنية اللي نزولها في السوق المصري بصورة رسمية بتكلفة تناسب الأسرة المصرية تكلفة ما تبقاش حمل جامد لأ أنا عايز أكل زبدة الفئول السوداني اهي بالتمن المصري اللي متمشي مع الجيب المصري مع المحفظة المصرية مش هتقصة جامد بالاضافة لكده في مجال تاني برضو احنا عديد من نفكر فيه بس ادها هياخد وقت شوية لأن التجارب بتاعته كبيرة اللي هي الفليفرز ومكسبات الطعم اللي بتادي تخش كل بيت موجود دلوقتي يعني ست البيت مثلا لما بتيجي بتقلي بطاطس تعمل حاجة عايزة طعم الجبن عليها عايزة شطة ولمون الفليفرز ده موجود وفيه شركات عملاقة وشركات محترمة كتير بتعملهم ولكن من خلال خبرتنا في المجال ده والاضافة اللي احنا ممكن نضيفها في المنتج ده وفقنا نحن نخش التحدي إن شاء الله خير لا سكايفود قد التحدي يا فندم وهي فخر الصناع المصري إن شاء الله خليني بقى نوجه سؤال جواتي لمادام شايمية عشان انا بحش اسات النكحة اي اسات النكحة بالنسبيلي احب الاستابلة ماشي عليها يعني حضرتك معرفة بمنتجاتك الطبيعية وشركات لورنزو معرفة جدا بمنتجاتها الأورجانة كيفاش اي كما كنز ايه الجديد اللي بتفكر يتقدميني الفترة الجاية للسوق المصري كمنتج جديد من منتجات لورنزو طبعا بفكر إن انا أدخل منتجات الأصول يعني من الأول سنة سبع سنين ببطير إن انا نزل أنواع صوابين إن انا نزل شعر جل بس طبيعي من زيوت طبيعية زيوت للعناية بالشعر بفكر إن انا طبعا أزود في المنتجات الرجالي شوية احنا اهم حاجة عنده عشان ادم بيسأل لا دا فيه سؤال يعني بعد ازم حاجاتك ما دام شايماء سؤال ملاح جدا واستفسار من متابعي توتا سيكرتس ومتابعي البيتج لورنزو لورنزو سوري لورنزو المنتج ده بس لحوة ولا حوة وآدم والأسرة لا هي المنتج كامل للأسرة مش كامل مش لحوة لوحدها ولا لأدم لوحده هي العناية الطبيعية إحنا بنعتني بنفسنا بس بطريقة طبيعية بالنسبة للشعر بالنسبة للبشرة بالنسبة للجسد ده بيخص الأسرة كاملة يعني عندنا مثلا سي البنات البنات من سنة 11 سنة قادر إننا استخدم لها صبون المغربي ماذا للصبون العادي بستخدم لها صبون جريسلين بالأعشاد صبون طبيعي للبشرة بستخدم لها زيود طبيعية للشعر فأنا بستخدم كده من سنة صغير بالنسبة الرجالي والحمام المغربي يا جماعة مش مقتصر على السيدات فقط ولا بيتاخذ عنه على المناسبات السيدات ومناسبات أنا عروسة إن أنا أعمل الحمام المغربي لأ الحمام المغربي الرجال سيدات كل شهر أسبوعي لا ده شيء أسبوعي أسبوعي في المغرب بيطبقوه بشكل أسبوعي طب دكتور موفق خليني أقول لحضرتك حضرتك في الانترفيو طبع شرفتنا فيه في أول حلقة حضرتك اتكلمت عن يعني بنتكلم على الظروف كورونا في مصر وفي العالم سكايفود قدرت تخطي الأزمة دي إزاي؟ هو مما لا شك فيه طبعا أن جائحة كورونا أصرت إقتصاديا على العالم الكامل آه طبعا بس المنتجين اللي زي حالتنا كده هو حاجة من ثلاثة يا إما تحط إيدك على خدك وحامل إيه ولما المشكلة تنتهي وكلام ده كله يا إما بتحاول إن انت تشوف أسواق جديدة وتبتدي تنتشر أكتر يا إما وده كان النوع بتاعنا ببتدي أشوف المنتجات بتاعتي إزاي تساعد في قضاء على كورونا إيه؟ وكان اللي خل التفاح أو الخل بوجن عام استخدامه كمطهر الكلام ده كان مطلوب جميل جدا آه فبالفعل يعني ومساعدة من سكايفود وتقوية المناعة برضا وتقوية المناعة بس هو كمطهر أنا لو استخدمته في تنظيف الخضروات فيه 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 بالإضافة إن أنا لو اتغرغرت بنص كوباية على الصبحية ده ثروت إنفكشن أو إنتقى بالحلق بيقضي عليه آآ لأ إدلنا إن إحنا نوضح للناس فوايد خل التفاح وخل العينة بتخل بوجه العام والبلسامج والرمان والأعشاب وكان فيه زيادات بالعكس ده كان فيه زيادات في المبعاد بتاعته خلال فاطر كورونا الله لا يرجعها وأنا أتمنى بعون الله تعالى إن الموضوع ده ينتهي إن شاء الله بإذن الله شيمو خليني يعني أسألك تحب توجيه كلمة إيه للمستهلك المصري وإيه النصيحة لممكن تقدمها له عند استخدام منتج لورانزو يعني أنا باستخدمه هل أستخدم معه منتج تاني ولا أكتفي فقط بالمنتج بلورانزو ولا ممكن أستخدم مكس بين حاجة وحاجة إيه النصيحة لتقدمها للمستهلك؟ وأنا طبعا ما قدرش إن أنا صنف أقول لورانزو بس كلا ما قدر أتقدم بس اللي أنا قدر أقوله إن أي منطق طبيعي حياتك بتقرأ عني المواد إن كلها المواد طبيعية استخدمه يعني نبعد شوية عن المواد اللي فيها كاماكلس بشكل نبعد شوية عن المواد اللي ممكن تكون أسعارها رخيصة شوية ومتدولة بشكل كتير جدا ده بنبعد برضو عنها نحاول نتعامل مع كل ما هو طبيعي أكتر هيديني نتيجة أفضل يخليني فيما بعد سواء رجال سيدات دلوقتي بيعملوا بوتوكس بيعملوا فيلر نبعد بقى إحنا عن المواضيع دي نأجل هنأجل مش هنقول إن إحنا للغاية خالص إحنا هنأجلها بس الفترة أبعد وبحيث بعد كده نقدر نحتاج لها فبعملوا في العام دايما بلاسمع إن المنتجات الطبيعية أكتر اللي بتبقى حسن الأفضل الطبيعي طبعا الأفضل الطبيعي طبعا أنا حضرتك أي حاجة فيها كيميكا أي حاجة فيها مندخل تكنولوجي فيها طبعا بعدين مش بتناسب كل البشرة بالضبط يعني أنا ممكن أقرأ على منتج إن هو للبشرة العادية لكن ممكن يناسب بشرة ممكن يسيبه بحسية البشرة تانية فلو أنا باستخدم منتج طبيعي بتفادى الموضوع ده باخد الاستفادة بتاعتي من أول مرة أو من تاني مرة بالضبط باخد الاستفادة من المنتج علشان المنتج كله طبعا خلينا طالما حضرتك اتكلمتي عن الماتيريا الطبيعية وطبعا لورانزو معروفة إن الماتيريا الطبيعية وشارف لنا إن هي صناعة مصرية ولكن الماتيريا اللي سيادتك بتستخدميها في لورانزو هي كلها من برعز سواء كانت زيوت أو كانت عشاب كلهم وفقا للدولة المشهورة فيه بالضبط طيب خليني أسأل سيادتك فين الخامات المصرية من لورانزو الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله يعني الفترة القادمة الخامات كلها بإذن الله هتكون خامات مصرية من أراضي مصرية هنجيب من سيوة طبيعة كلها هنية حصري برضو المشاهدي تتسكرت ملح سيوة الملح على فكرة بنستخدمه برضو في صناعة الصابون بناخد الفوايد اللي فيه بناخد بصري زيت الزيتون بقى معنش زيت الزيتون ناخده من دكتور موفق سكايفود بقى نشاء الله ناخده من سكايفود بقى معنش لا يا بالفعل كل أسرة مصرية عارفة فوايد زيت الزيتون والست المصرية أحسن من أي حد بيعصر زيت الزيتون أو معصرة الست المصرية لديها الخضرة إن هي أول ما تشوف زيت الزيتون تقول ده أصلي مش أصلي ده أكسرا فرجان فرجان ولا إيه ده يعني كل الأسرة المصرية عند ده الخيضة وبنسبة إن العمال قام عانا النهاردة دكتور موفق علي وسيدة الأعمال شيماء عبدالله ومناسبة إن أنا النهاردة اخترت سر نجاح وإنتم فعلا نموذجيين نكحين جدا جدا في السوق المصرية وقدرتوا إن إنتم ترفعوا اسم صنع في مصر وإنتم فخرة فعلا للصناعة المصرية كصنع مصريين شكرا بقولي سيادتك سكايفود ولورانزو إن شاء الله اللي جاي عشان نقول لمشاهدي توتا سيكرت في حاجة مشتركة هو بالفعل تم أكتر من اجتماع مع مادام شيماء وإن شاء الله في مفاجأة صغيرة حالا ودائما كده توتا سيكرت بترفق الشركات شرف لي وفي إيه كبرني فطبعا يعني وحضرتك شرف لحوال مصرية يا مادام شيماء الظريف في المنتجات بتاعتها كلها ناتشورال كلها طبيعية فأنا بيحتم جدا بالحتة الطبيعية دي لأن المنتجات الطبيعية على الأقل لو مش هتفيدني مش هتفيدني بس دفعا فما بالك بقى إن هي هتفيدني وحتفيدني أيضا إن شاء الله في جديد يعني ومادام شيماء وفي مجموعة كبيرة جدا يا جماعة موجودة في مصر من المصنعين زي مادام شيماء أنا عندي منتج عشرة على عشرة أنا كله عندي حصل على الموافقات ولكن ينقصني بعض الداتا للتسويق خاصة في مجالات التصدير خاصة لو ابتديني هنكلم في التصدير هنكلم في التصدير في إفريقيا اللي مصر بتاريت تتوجه ليه دلوقتي مين عنده معلومات عن إفريقيا عشان كده أنا بوجه بتقدر أنت يعني بتوجه رسالة إن أنت تقدر الفترة الجاية تعمل تصدير متجاتك برك أولا دلوقتي يا فندم أنا عشان أصدر لأي دولة إفريقية إيه اللي بيحصل؟ لأن أنا بروح الصفارة بتاعتها بقابل ملحق تجاري ببتدي أتعرف على الدولة من خلال ملحق تجاري وببتدي أشوف هل الحاجات بتاعتي يمكن تصديرها ولا لأ أنا بوجه رسالة للسادة المسؤولين يا جماعة اعملونا الكيان دوة ابتدي أعرض على السوق المصري أو على المنتجين المصريين دي فرص التصدير الموجودة في الفرقية أنا عايز ملابس في الحتة الفلانية أنا عايز كذا في الحتة الفلانية حيلاقي مبدعين جمدين جداً وحيزيد التصدير بكميات رهيبة إن شاء الله هنشفكوا قريباً طبعاً إن شاء الله بإذن الله سكايف فود ولورانز وإن شاء الله طبعاً نحن بنزعى دايماً في نهاية فاقياتنا الجميلة للأسف دايماً طريق جداً وشرفت إن أنا كنت أضيف لحلقات توتا سيكرت لمدة مرتين فاندم بالنسبالي أنا أصالح على نفسي أنا متشكرة جداً طبعاً وشرف ليا والبرنامجي توتا سيكرتس إن يكون رجل الأعمال المفعلي وسبونسورشاب البرنامج مادام شايماء فخر الصناعة المصرية أشكركم أنتم فعلاً نجحين ومهما طبعاً نتكلم في حلقات توتا سيكرتس عن سير النجاح فالنجاح بصفة عامة سواء في البرنامج أو أس جنرال النجاح ما بينتهيش كل واحد عنده حلم وعنده هدف يسعى ليه وما يسمعش للمنتقدين خالص يعني دايماً ناخد النقد بالصورة البناء دايماً النقد بالنسبة لنا ما هو إلا إحنا بنطلع عليها لخطو أحسن وأحسن ومنسمعش خالص النقد بنقده يعني بطريقة بناءة عزيزي مشاهدين معينا الفقرة التانية بقى المفاجأة الجميلة جداً في نهاية مش نقول نهاية السيزون عشان أسرارنا ما بتخلص معنا كل جديد خلينا بقى ننوه معاكي للفقرة التانية معنا إن شاء الله بإذن الله أعزائي المشاهدين بعض الفاصل والنهاردة الحلقة الأخيرة من سيزون الأول لتوتا سيكرتس ومسابق التوتا سيكرتس القائمة والمستمرة إن شاء الله معينا ومعاكم تسليم الجوائز لفقاذي مسابق التوتا سيكرتس وهم أبرز المعجبين ببيج توتا حسن الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة وأكترهم مشاركة للبيج وأكترهم تعليق خلوكم معنا وإن شاء الله بعض الفاصل وحفل تسليم الجوائز أعزائي المشاهدين وارجعنا لكم بعض الفاصل للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابق التوتا سيكرتس مسابق التوتا سيكرتس هم أكتر وأبرز المعجبين ببيج توتا حسن وهم أكتر شير وأكتر تعليقات وجوائز توتا سيكرتس عبارة عن نوعين من الجوائز جوائز مادية ملموسة وجوائز خدمية الجوائز المادية الملموسة أول مجموعة من الفائزين الفائزين ببكتج منتجات متنوعة من مصنع سكايفود للصناعات الإغذائية تحت رعاية رجل الأعمال دكتور موفق علي الفائز الأول الأستاذ عمر علي أحمد المغربية ده أستاذ عمر معينا أستاذ عمر معينا أهلا وسهلا بحضرك فندم تفضل تفضل فندم حضرتك دكتور موفق دكتور موفق شكرا جدا جدا والتوفيق إن شاء الله أنا متشكل وحضرتك جدا جدا وبالتوفيق إن شاء الله المرسي على البرنامج يعني أسعطويا شكرا يا فندم شكرا شكرا لحضرتك جازتك الفائز التاني معينا في بكتج منتجات سكايفود الأستاذ أسامة إبراهيم أمين أهلا وسهلا بحضرتك فندم أهلا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك فندم أهلا وسهلا بحضرتك فندم خبرونز تفضل أيضا الحمد لله أهلا به لصحيب هندم أهلا به اهلا اللهي بصراحة أنا البرنامج ده خلاني يسحب بدري هادي أول حاجة حاجة حينة ولا محشانة لا ممتازة بس عيبه إن هو يوم واحد في الأزمان معلش اللي جيد كتير إن شاء الله فإن شاء الله ربنا نزاهل كده وتستمروا معنا في الإنجاز الجميلة معاون الله تعالى ربنا نخليك حبيبي ربنا نخليك دكتور خليه حبيبي أشكرك شكرا شكرا الفائز الثالث معنا ببكت منتجات متنوعة من مصنع سكال فود أستاذ عيد عباس غريب أهلا وسهلا بيك يا أستاذ عيد أهلا وسهلا يا فندم ألف مبروك أهلا وسهلا يا فندم أبروك لحضرتكم أهلا وسهلا برنامج أهلا برنامج أنا بشكركم وبشكر البرنامج اللي شرفنا بحضرتكم مبسوطين من متابعة آدم دايما من نجاح لنجاح يا رب دايما إن شاء الله وبالتوفيه دايما إن شاء الله شكرا يا فندم ألف عبروك ألف عبروك أعزائي مشاهدي توتا سيكرتس ومعنا المجموعة التانية من الجواز وهي باكتج حمام مغربي كامل من براند لورانزو لمنتجات التجميل الطبيعية تحت رعاية سيدة الأعمال وخبيرة التجميل الطبيعي مدام شايماء عبدالله ومعنا الفائزة الأولى ريهام عبدالفتاح سيد ألف مبروك مدام ريهام ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك من وراني يفلم مبروك عليك المنتجات لورانزو إن شاء الله تعجبك المنتجات وتقول لنا على البيت تفضلي حركة مايك الله صباح الخير صباح صباح الله أشكرتك جدا عن هذه القائمة ماذي برنامج مفيد جدا بس وقت قليل معلش وقت قليل جدا مش بنلحق نستفاد من حاجات كثيرة بحيث أن أنت عندكم طاقة أعلى من كده ومش بتقدروا أن كنتو تعملوها عشان الوقت بس تبايل شكرا والفائزة الثانية في مجموعة باكتج الحمام المغربي من براند لورانزو المدام ناشوة لبيب سعيد ولعدم حضرها واعتذرها حتى تتسلمها بنيابة عنها كريمتها مضمزيل حبيبة تفضلي يا حضرت مبروك حبيبة مبروك يا حبيبة شكرا شكرا مبروك يا حبيبة مبروك يا حبيبة شكرا للمبرنامج جدا وشكرا لتاتي شكرا لكم كلكم جدا على المجهود اللي انت عاملينه معنا شكرا للمشتيا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة أما الفائزة الثالثة باكتج الحمام المغربي من براند لورانزو لمنتجات التجميل الطبيعية هي السيدة مي مصطفى عبدالغاني واعتذرت الفائزة وان شاء الله هتتسلم الجايزة عن طريق مندوب الشركة بإذن الله ألف مبروك مدمي ألف مبروك للفائزين حسبكم مع ايمي هتقول المجموعة الثانية من الفائزين احنا عزيزة مشاهدين مش بس جوازنا كانت جواز مادية وملموسة احنا كمان معنا جواز معنية اولها معينا اول فائزة معينا رحمة عيد الصالح هتفضل معينا معينا أستاذة رحمة الكروت تمام ماشي احنا معينا الجواز المعنية مقدمة من الامبراطور يعني امبراطور الشعر المستعار في مصر محمد حافظ وهم أستاذة رحمة عيد الصالح وأستاذة شوئي بدر وأستاذة شوئي عبد الرشيد وأستاذة هيبة بدير محافظة اسكندرية وعايزة بس قبل ما اكمل الهدايا اقول بس ان احنا مش متابعيننا حوى وآدم فقط احنا كمان متابعين من محافظات مختلفة يعني معنا محافظة اسماعيلية ومحافظة الجيزة ومحافظة اسكندرية ده اول يعني اول حاجة مقدمة من امبراطور الشعر المستعار محمد ميسي محمد حافظ خاص من 25% وكان قال ونوع في الحلقة بتاعتنا ان فيه 25% على اي حدا يشتري شعر مستعار من بيوتي سنتر عنده بس هو طبعا تم تواصل معنا مبارح وعمل حاجة يعني احلب كتير وقال ان 25% على كل الخدمات الموجودة داخل بيوتي سنتر محمد حافظ معينا برضو استاذة طهرة سيد حسين ومعينا فاطمة سمير غريب من الجيزة ومعينا استاذة دانا محمد عبد المنصف عبد المنعم من القاهرة امين من القاهرة الثلاث اشخاص دول كان تبع جيزة استاذ ميسيو صادق توب لكن الظرف بس حصل يعني ظرف فهو بيعتزل جدا ويتولى الموضوع ميسيو محمد حافظ و25% برضو على كل حاجة مقدمة من بيوتي سنتر محمد حافظ وطبعا دي حاجة حلوة جدا طبعا بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن فائزين طب يعني المفروض اللي كان ميسيو صادق الصغير ان هو يقدمهم واللي اعتذر عن تقديم الجوائز واللي تولاهم ميسيو محمد حافظ الامبراطور فانا بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الفائزات شكرا ميسيو محمد حافظ امبراطور الشعر المستعر في مصر والرئيس الفني لربطة مصففي الشعر في مصر شكرا شكرا لكل مقدمي الجوائز اشكركم واشكركم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم لبيت جيتوتا حسن مسابقتنا ما خلصتش هتستمر في سيزون الكتير اللي جاية ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا طب احنا عايزين بس قبل ما نطلع في واصل عايزين ناخد شوت مع الفائزين وطبعا ده احنا معانا الفائزين نهاردة في اللوكيشن عشان مصدقية البرنامج بأكتر اللي موجودين معانا دي متفاعلة في البيت طبعا منورينا نهاردة منورينا نهاردة سر النجاح النهاردة كان فكرة حلقتنا ودي حاجة ما بتنتهيش طبعا نجاح حاجة ما بتنتهيش ونتمنى تفاعلكم المرة التانية وده مش اول جوايز طبعا ان شاء الله كل اربع حلقات ان شاء الله كل اربع حلقات هنسلم فايزيننا الجوايز انتم مش معنا انتم فصوا مرة ان شاء الله تابعونا وحتفوزوا مرات ومرات عديدة ان شاء الله ألف مبروك نورتونا مرسي جدا مادام شايماء ودكتور موفق علي ان شاء الله ونشوفكم على الشاشة وانا واني بنشكر مقدمي الجوايز كل من رجل اعمال دكتور موفق علي صاحب ورئيس مجلس ادارة مصنع سكاي فود للصناعات الغذائية سيدة الاعمال الجميلة مادام شايماء عبدالله صاحبة براند لوراندو الامبراطور الكبير استاذنا الفاضل ميسيو محمد حافظ اشكرك وشكرا جزيلا على ان حضرتك كمان خط الثلاث فايزين الخاصين بصادق توب اللي اعتذر عن تقديم الجوائز لفائزاته وفائزاته عند حضرتك وحضرتك عدلت شكل الجايزة وخلتها 25% على كل الخدمات المقدمة داخل بيوتي سنتر شكرا لكم حضرتكم شكرا لستاذة مشاهديني شكرا لمتابعي توتا بيج انتظروني ان شاء الله المسابقة مستمرة استنونا بعد الفاصل معينا دكتور موفق ومدام شايماء يكملوا معينا الحديث عن كل ما يخص السيدات والرجال ومنتجات شركة سكاي فود ومنتجات شركة لورانزو استنونا بعد الفاصل ان شاء الله ورجعنا لكم بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة من فقرة توتا سيكريتس والفقرة النهاردة وفقراتنا كلها كانت مليئة بالنجاح وكان سرينا النهاردة في توتا سيكريتس سري النجاح ورجعنا طبعا معينا دكتور موفق ومعينا مدام شايماء لسا ننورينا في الحلقة وحبين بقى نسألهم ونتكلم بقى عن النجاح النهاردة النجاح ما بيخلص لا ما بيخلص طبعا دكتور موفق قلنا حضرتك كنت كلمت بشيء باختصار شوية عن الغش التجاري من فضلك مشاهدي توتا سيكريتس طلبوا مني في لقاء حضرتك تكلمنا بشيء من الاستفاوضة شوية عن الغش التجاري المستهلك العادي هو طبعا المستهلك مستهلك مش مصنع ليس هناك مستهلك مخصوص ومستهلك عادي كل مستهلك ولكن الاماكن اللي بتدبع فيها المنتجات منتفرقة شوية بعض الاماكن بيكون مهم جدا عندها الحصول على موفقات وزارة الصحة واكتمال الشكل القانوني للشركة او للمصنع اللي هو بيقدم لها المنتجات وبعض الافراد يعني لو كلمنا على سوبر ماركت صغيرة او ما الى ذلك بيكون مهم بالنسبة له الفاتورة اللي انت بتدهلي طب ازاي انا احمي المستهلك في الحالتين طبعا فيه هناك لجان كتيرة جدا هيئة سلامة الغذاء اصرحة التموين الكلام ده كله والناس مش مؤثرين في الشغل بتاعها ولكن ست البيت العادية اللي نازلة سوبر ماركت او نازلة محل عادي جدا بتجيب منه حاجات ازاي تقدر تعرف ازاي كان منتج بتاعها ده كويس ولا لا تبقى لقانون المصري كل مكونات اي منتج لازم بتكون مجهودة على الليبل بتاعه الوزن المكونات المصنع حتى كمان لو فيه شركة تسويق هيئة اللي بتسوى كل المنتجات دي لازم تكون مجهودة كل المعلومات دي انا اسف لازم تكون مجهودة على الليبل فالستة المصرية ما تهتميش بالشلف لايف او تاريخ الصراحية فقط الاكسباير فقط اه اقري كمان المعلومات المكتوبة لو مكتوب انتاج مصنع سكاي فود وسيكت يبقى المصنع ده وحش انتاج مصنع سكاي فود المتواجد في المنطقة الصناعية الفلانية رقم كذا اه ده مصنع محترم يبقى المنتج بتاعه محترم الموافقات بتاع توزارة صحة لازم بتكون مجهودة على الليبل او مطابق لمواصفات رقم كذا لان الحكومة المصرية حطها لكل منتج من المنتجات مواصفات خياسية مصرية انا مقدرش انتج اي حاجة غير لما اروح اخد كراسة المواصفات اعمل المنتج بتاعي بتبقى لهذه المواصفات اخد موافقة وزارة الصحة عليه بعد التحليل بعد كده ببتدي ان انا اقدر انزله وبتتخد مني عينات شهرية من وزارة الصحة بتتحلل للتأكيد ان انت ماشي على نفس النهج ونفس الطريق عشان كده المعلومات دي مهمة جدا لكن انا لما يجي امسك ازازة او امسك عبوة معينة مكتوبة انتج شركة اكس من غير اي حاجة لا دي مهمة دي انا خاف انها دي نمرة واحد نمرة اتنين الالوان جميع الالوان في جميع المأكلات اه 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 او اه اولوان طبيعيه انا ممكن اجيبها من الطبيعه وفيه الوان لا يمكن اجيبها الدهبي الفضي الاسود دي لا يمكن تكون الوان طبيعية الدهبي والفضي والاسود يبقى اي منتج بالتلات اي منتج غزائي بالتلات الوان دول ده غير غزائي والالوان نوعين يا اما غزائية صناعية اما غزائية طبيعية انا ما بفضلش الغزاء الصناعي لان مهما حصل فهو صناعي لكن الطبيعي انا عايز اللون الاحمر اللون الاحمر بجيبه من حاجات كتيرة جدا البودرة البانجر الكارمولين حاجات كتيرة ممكن ان انا جيب منها اللون الاحمر اللون الاصفر من الاناتو دي ظهور ودي مستخلصات بتاع ظهور اعطا ان انا جيب الالوان دي منها فست البيت برضو ما تاخدش الحاجات اللي الالوان بتاعتها فاعة قوي لان فاعة قوي مش هايبقى طبيعي الالوان الطبيعية الغزائية مهما كان درجة تركزة مش هتديني اللون اللي هو الشاينينج اللي بيلمع اللي بيلمع ده غزاء صناعي يعني اللون الاحمر مالبور وكلام ده كله ده احمر صناعي لكن نور اللون الاحمر الداكن سنة اه ده ممكن يكون طبيعي فمن الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها اخد بالي من الالوان بتاعت المنتجات عاملة ازاي والستة المصرية من الستاتة النصحة يعني انا زورت اسواق كتير وشفت رباط بيوت في دول كتير لا المصرية نصحة لا طبعا يعني لدي الخضر الله اكبر ان هي تمسك الفلوس تمطها كده تنفع بيها لحيانة وفي نفس الوقت برضو انا مش عايزة ده يقصر على الجودة اي يقصر على الكم لكن ما يقصرش على الجودة اي يعني مش عشان عشان السعر تقصد حضرتك مش عشان السعر مثلا منخفض او ان انا عندي عرضة على الحاجة الفلانية او الكلام ده كله اخدها وانا مش في احتياج لها او لاني تمانا الخيص لا انا لازم اتأكد الاول ان الحاجة دي صح اي طب ومناسبة العروض بقى حضرتك ادتني فكرة دلوقتي حضرتك كصاحب مصنع حضرتك ما بتتعاملش مع مستهلك حضرتك بتتعامل مع مواردين مصبوط بقى حضرتك كصاحب مصنع بتدي اوفر وبتعمل عروض للمواردين بتوعك دي بتبقى نوع من انواع العروض البيعية عشان ابيع اكتر ممكن اعمل اوفر مثلا معي يعني في الناس بتوع البيع هيعرفوا عارفين الموضوع ده اللي هي ان احنا بدي اعمل انت لو وصلت الليفل الاولاني هتاخد كذا الليفل التاني الليفل ده تشجيع على البيع ده تشجيع على البيع اه مدام شئماء حضرتك يعني بالنسبة اللورانزو ان شاء الله بإذن الله في المستقبل عاوزة تهتمي بالطفل يعني هتعملي منتج للطفل شامبو اكيد طبعا شامبو صابون صابون للاطفال علشان اللورانزو يخش للأسرة كلها ايوه يدخل للأسرة كلها هو داخل أوريدي للأسرة كلها هو أوريدي بس فيه أطفال دلوقتي يعني هو دلوقتي فيه فيه انتاج أطفال فيه جريسلين للأطفال بالزيوت الطبيعية ده صابون يستخدم بشكل يومي ده للأطفال الزيوت الخاصة بتغذية الشعر دي برضو تستخدم للأطفال طب حضرتك بالنسبة لورانزو في الغش التجاري تقولي ايه؟ يعني السيدة المصرية او الرجل المصري لما يستخدم لورانزو ومنتجات التجميل في مجالك يخلوا بالهم من ايه؟ يعني يخلي بالهم من الخامس الصابون نفسه من الماتيريال اللي انت بتمسكها وبتشوفها يعني او بتقدمها تجي للطبيعية اكتر ابيض عن الكيميكينزو اكتر لما تيجي تقرأ على المنتج لازم يكون نسبة المواد الطبيعية اكتر من المواد الكيميائية اوكي للأسفالشديد يعني دايما حلقتنا جانب تنتهي للأسفالشديد مرسة انا استأذنكم بسا هي كان فيه كلمة في عجالة الغش التجاري للمصنع المصري مفيش داعي ان انت تبص تحت لجليك لمكسب سريع وبص على لونجرام اعمل اسم منتجاتك المستهلك المصري نصح جدا ولو جربك مرة والدايق من المنتج بتاعك مش مش هيجربها تاني بس لا وهيعمل لك بعيه كمان ان انت غلط طبعا سيجد جدا دكتور موفر سيجد مادام شايماء والفنال الجميلة بقى النهار ده معتنا مشاهدينا للأسف خلص خلصة حلقتنا وخلص السيزون الاول من توتا سيكرس ولكن بوعيدكم ان المحتوى القادم هو اقوى ومختلف وحتكوني فيه احلى في شيكتك في اليقتك في لبقتك في تعاملاتك مع بقية افراد اسرتك انت هتبقي احلى واحلى معايا في السيزون اللي جاي ان شاء الله النهاردة اخر حلقة من السيزون الاول لبرنامجي توتا سيكرس بس مفاجآتي واسراري ما خلصتش لغاية هنا وما خلصتش انا هكون معاكم في سيزون جديد قريب ان شاء الله اقوى واحلى هدفه الاساسي هو اني الابلكم كل طلباتكم علشان كده انا مستنياكم على كل الطلبات اللي انتو والمواضيع اللي حبيني اناقش فيها ضيوفي في السيزون الجديد مستنياكم على بيتج توتا حسن الظاهر امام حضراتكم على الشاشة هتبعتولي المواضيع اللي انتو حبين ان انا اتناقش فيها واتفتكم باذن الله ختاما واخرا وليس اخر حب اوصل ميسج ورسالة همه جدا بمناسبة سر النجاح النهاردة لمشاهديدي ولمتابعيني على توتا بيتج متفضلش في مكانك ومتعملش مجهود وتقول حنجح لا النجاح انك تعافر وتجتهد وتتعب وتعدي صعاب وتضع نصاب عينك هدفك هدفك هو اللي قدامك وملكش دعوة باي حاجة ممكن تكسر مأديفك يلا دلوقتي دي محطة التغيير بتاعتك واللي جاي انت حتتغير هتجتهد هتتعب هتتسعى بكل ما في وسعك انك تحقق هدفك وتنجح لان انا هدفي هدفكم هو هدف النجاح وانا كمان نجحت بيكم وليكم سيزن الاول الحمد لله نجح ونجحت لان هدفي كان اني انجحه ولاني بيكم وليكم نجحت ان شاء الله هنتظركم بإذن الله في سيزن قوي جدا قريب واوعد حط الظروف او السن تقول صغير كبير او الجنس تقول ست راجل مش هنجح لا هتنجح بس الاراضة والعزيمة هتحقق لك امنيتك ان شاء الله بإذن الله التقي بيكم اعزائي مشاهدي توتا سيكرت في سيزن اللي جاي قريب جدا وإلى التقي بكم بإذن الله لكم مني اطيب امنياتي وارق تحياتي الاعلامية بتحسن اشتركوا في القناة